الاتحاد السكنداري اتنين واحد في مبارتين نتيجاتهما متوقع يعني انه الزمالك ان يخسر مطلع الجيش لانه هو ده طبيعة الزمالك لما بيخسر بطولة كبيرة والحقيقة بطولة الدورة الابطالة الافريقية بطولة كبيرة والفايلال كان مطش قوي جدا والزمالك لعب الحقيقة مباراة ولا اجمل الحقيقة نادي الزمالك في هذه المباراة فطبيعي بيحصل دروب بيحصل تراجع نفسي اللعبة معنواتها بتحبط او بتتراجع الالي ما عندوش دي شوية يعني سيبك منه كسب البطولة لكن الالي دايما لما بيخسر البطولة بيبقى عايز يعود بسرعة عشان يوفى على الكليب بسرعة وكل يعني يشيخه ليه طريقته سيما بيقوله يعني علشان كده الزمالك في مباراة طلاع الجيش كان اسوأ واقل في المستوى من مستوى مع النادي الاهلي رغم ان الزمالك كان فيه لعيبة لعبة في مباراة الاهلي ملعبتش في المباراة طلاع الجيش المباراة النهائية عشان يلاقي النادي الاهلي اللي كسب لاتحاد سكنداري الحقيقة يعني مش هقول بقجوبة لكن كسب بيه الخبرات وكسب بيه التعود على الفوز لانه الاهلي كان خسران وبعدين اتعادل بالجول بتاع حسين الشحات وبعدين حمدي فتحي جاب الجول التاني في اخر خمس زائق عادت النادي الاهلي هو متعود ان يكسب ومتعود يبعنده جرق على المرمى ومتعود ان هو بلغات اخر سنة بيلعب انه بيجيب فوز من السمات الاجابية في النادي الاهلي حتى لو ما كانش احسن من الاتحاد السكنداري بالشكل اللي خليه يكسب المباراة لكن الاهلي كسب وصعد للمباراة النهائية وحيلعب النادي طلاع الجيش يوم من سبت الجاية ان شاء الله في برج العرب الساعة 8 في نهائي كاس مصر المباراة هتبقى انا شايفة هتبقى ممتعة لانه طلاع الجيش الحابي يقدم مستوى راخي جدا يعني فيه طفرة في اداء طلاع الجيش يعني احنا شفنا انا شفت في مباراة الزمالك يعني فيه لعب وفيه حقيقة بصمة للكابتن طارق العشري واضحة ولعب على الارض كتير ومهارات واضحة ولعب اسماء كبيرة يعني شونا عمر جماله وعمر مرعي واحمد سامير ولعب يعني لها اسماء كبيرة موجودة الحقيقة في صفوف طلاع الجيش المباراة مش هتبقى سهلة بالنسبة للنادي الاهلي كل التوقعات راحة للنادي الاهلي بحكم انه النادي الاهلي هو النادي الاكبر والمتعودة على الفوز والتاريخ ودي اول مرة في تاريخ طلاع الجيش ينافس على لقب كاس مصر لكن ممكن نهاء المفجأة لانه الكابتن طارق العشري ومدربه اعتاد على الانتصارات كسب قبل كده بطولات مع حرس الحدود مثلا في الكاس او السوبر كسبها قبل كده اكتر من مرة فبالتالي هم تعودة على كده ودي فرصة لطلاع الجيش انه هو يعني يزين دولابه باول بطولة في تاريخه وفرصة لنادي الاهلي انه يكمل الخماسية اعني بقول ان الاهلي وبصراحة يعني لما بتفتح بتفتح